السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكل شاهد خبر تهجم صحفي على هذا الرجل الكل يعرفه أبو خلال ما من لا يعرفه لعب المنتخب الوطني يعني ترسلوكه في المونديا القطر 2022 تعرض لهجوم من صحفة أجنبية وحتى بعض الصحف الصحف المغربية المهمة علينا تلاه بيان من الجامعة الملكية لكرة القدم لكن المفاجأة الكبيرة والصار لهذا اللاعب الذي ظلم رغم إحرازه هدف أهل المنتخب الوطني إلى الأدوار الطلائعية في مونديا القطر 2022 كما شاهدتم لكن حركة الشهادة أو زي كده يعني لم تشفع له رغم يعني إعطاءه وسام من الملك والأحين جاءت رسالة ملكية إلى هذا الشخص يعبر فيها جلالة الملك محمد السادس على رضاه على هذا اللاعب وعلى سلوكه وعلى تشبته بوطنه المغرب لأنه تخلى على اللاعب لدولة أجنبية مقابل وطنه الأم الذي هو المغرب يعني مش هذا الجزاء هذا الجزاء الإحسان للإحسان لذلك المغرب يجازيه والملك يعني يفض النقاش يعني من الأخير هذا يستحق التقدير ويقول له يعني أتمنى لك مزيد من التوفيق والتعلق في مسيرتك الرياضية هذه مضمون الرسالة الملكية إلى هذا اللاعب الرائع والمتميز بسلوكه وبأخلاقه العالية وحتى أنه يعني إنسان متدين لا يخفي تديونه يعني عادي جدا لأنه في بلد إسلامي وأصله مسلم يستحق كل التقدير وهذه كما تشاهدون في الصورة هذه الرسالة الملكية بالخط يعني عربي أصيل إلى هذا الرجل العظيم وبالنسبة للناس المهتمين بالربح من اليوتيوب عندنا قنوات مفاعلة للبيع أو حتى شروط الناس المهتمين بشروط اليوتيوب فقط تواصل معي في صندوق لوصف حتحصل الرقم تحية تحية تحية